حالة من التوتر والألأ قبل النتيجة وبعد النتيجة هل ده من الممكن أن يكون مؤثر على اختيارات الطالبة بالنسبة طبعا للتنسيق؟ طب في البداية أول حقيقة بنهن أبناء الطلاب السمان عامة بالنجاح الباهر وإن شاء الله النهاردة حيبقوا يوم الفرح في بيوت ناظم نصري إن شاء الله إن شاء الله حالة قلق ويضغوط النفسية ديت بتستمر مع طالب السمان عامة من قبل ما يبدأ السنة الدراسية مرورا بالسنة الدراسية حتى الامتحانات حتى أن تظهر النتيجة حتى ما بعد ظهور النتيجة والتحاكم بالكلية والتنسيق الطالب هنا بيمر بسلسلة من القلق والتوترات بتزيد في كل مرحلة وخلي بالك الدايرة دي أو المساومة الألأ ده بيبقى مرتفع في كل مراحل طيب هل الطالب لما تطلع النتيجة بسريح؟ لا وأنا بقول للطلاب هنا أولا الأمور قولا واحدا كده لا أبشره بدغوط ما بعد النتيجة أنا على فكرة بنتي كانت من أغالي الجمهورية وراما كده عشنا في حالة من الضغوط النفسية لغاية ما قررنا ندخش كلية معينة مرحلة الاختيار بالضبط أفهم وخلي بالك الضغوط مش معناها سلبي في علم النفس مش معناها سلبي في ضغوط إيجابية يعني مثلا لما بنت مثلا بتتجوز ده ضغط إيجابي لما طالب ينجح ويجيب مجموعة باهر ده ضغط إيجابي فبالتالي هنا الضغوط قد تكون إيجابية بتدفع الناس للاختيار أهم حاجة اللي إحنا لما نيجي نستقبل النتيجة وفيه البعض يعني يعني شبه عرفة وكده أهم حاجة زي نتعامل مع أولادنا هنا المرحلة دي بتبقى مرحلة في ممتها الأهمية والخطورة أول حاجة أنا بطالب السادة أول حاجة أنه هم يسكوا تماما أن النتيجة اللي ابنك حصل عليها دي نتيجة من عند ربنا ربنا هو القضى لها هذه النتيجة ابنك بذل كل ما في وصعه من جهد خلي بالك السنة دي كالسنة فيها بعض الصوابات منها ارتفاع درجة حرارة أسناء الامتحانات انقطاع تغير الكهرباء زي ما حرارتكوا عارفين بالإضافة لي وجود مشكلات في الامتحان نفسها وده الأدى بالوزارة أن هي تلغي بعض الأسئلة في بعض المواد زي الفيزياء وديناميكا وتلغي التراب درجة بتاعتهم تاني حاجة فردم لازم الطالب وليه أمره بالذات أولاء الأمور يؤمنه تماما أن ربنا دايما بيحاسب على الجهد حتى لو الجهد الحالي الطالب ما يخدش لمكافأة جيدة ربنا يكون يكافؤ فيما بعد يكون يخش هنا كلية يتميز فيها فيما بعد يلطحك بفرصة عمل مستقبلية إلى آخره أهم حاجة لحظة النقطة بالنتيجة أو معرفة النتيجة دي لحظة فاصلة في حياة الطالب أنا بطلوب والتمس من أولاء الأمور ما حدش ينهر ابنه ما حدش يقوله كلام سلبي خد ابنك واحتضنه واحتويه اللحظة دي بتفرق نفسيا جميل جدا مع الطالب خلي بالك ضغوط الوالدين أثناء إعلان النتيجة ده بيفعل الانتحار وكل سنة يتقسم وحصلت الحقيقة في حوادث فردية حصلت فيها بالضبط الفني بخلي بالحرك بعد النتيجة بيحصل حالة الانتحار ليه؟ بسبب ردود الفعل القاسية من الوالدين يمكن أنا أول ما لجا ما تطلع قولي ابن انت فهاشي انت ما عافش يه خلي الألفاظ دي خطيرة جدا بلاش الألفاظ اللي بتمس شخصية الطالب الألفاظ دي بتدفع الطالب لي التفكير السلبي يمكن تصيبه لا قدر الله بأمراض جسمية زي الضغط أو الثقة لا قدر الله أو بأمراض نفسية أو عقلية أو أبسطها بتهزي ثقته في نفسه بالضبط الفني بايه دي مشكلة وهزي الثقة بالنفس أو عدم الثقة بالنفس هي البوابة المعظم أمراض النفسية والعقلية فيما بعد لازم نؤمن تماما إن السنوية العامة دي مش نهاية المطاف دي بداية الحياة وعمر مكان النجاح في المجتمع مرتبط بالنجاح في السنوية العامة ترجمة نانسي قنقر